اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض اخر المستجدات الخاصة بجهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والاجراءة الاحترازية التي ستطبق في هذا الصدد خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك فضلا عن جهود مختلف الجهات المعنية بالدولة لاجراء التجارب السريرية والمعملية لتطوير بروتوكولات العلاج لحالة فيروس كورونا وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بالتحديث المستمر لبروتوكولات العلاج من فيروس كورونا بكافة المرافق الصحية المعنية على مستوى الجمهورية وفقا لأحدث ما تم التوصل إليه على المستوى العالمي وكذلك بتكسيف حملات التوعية لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية بما فيها مختلف المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية والسكنية الجاري إنشاؤها فضلا عن إخلي مستجدات تطوير منطقة القاهرة التاريخية خاصة ميدان التحرير وعين الصيرة وقد وجه السيد رئيس باستمرار العمل والمتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية مع الالتزام بتطبيق أهل درجات الوقاية ضد فيروس كورونا وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم اشتركوا في القناة